اشتركوا في القناة اختي الفاضلة في حال لم يكن لدى اي من الزوجين مشكلة واضحة مثل وجود عدم انتظام في الدورة او الالم الشديد مع الجماع او افرازات التهابية او تباعد الدورة الشهرية او نزول الحليب من الثدي او غير ذلك فليس مطلوبا ان يتم البحث في موضوع الحمل قبل مرور سنة كاملة من بعد الزواج ففترة اقل من سنة من المعاشر المنتظمة مع الزوجة التي عمرها دون ثلاثين سنة غير كافية للقول بوجود تأخر في حدوث الحمل فنسبة حدوث الحمل في كل شهر هي نسبة لا تتجاوز عشرين بالمئة وهذا حتى لو كان كل شيء طبيعيا عند الزوجين لكن هذه النسبة هي نسبة تراكمية اي انها تزداد شهرا بعد شهر ولا تتضاعف وتصبح في حدود ستين الى سبعين بالمئة بعد ستة اشهر وفي حدود خمسة وثمانين بالمئة بعد مرور سنة لذلك يجب الاستفادة من هذه النسبة العالية قبل البدء بالاستقصاءات المجهدة والمكلفة لان الحمل بشكلين طبيعي يبقى هو الافضل دائما وبالنسبة للزوجة التي عمرها ما بين ثلاثون وخمسة وثلاثون عاما فيمكنها مراجعة الطبيبة اذا تأخر الحمل من ستة الى تسعة اشهر اما التي عمرها ما بين خمسة وثلاثون واربعون عاما فيمكنها المراجعة بعد ستة اشهر واما فوق الاربعين فيمكنها المراجعة بعد ثلاثة اشهر فقط وبالطبع نحن ننصح بالصبر والانتظار فقط إذا لم يكن هناك شكوى مرضية واضحة عندكما أما عند وجود أي مشكل مرضي فهنا لا يجوز الانتظار بل يجب التدخل فورا ولكي يحدث الحمل إن شاء ربنا يجب تحديد موعد التبويض بخصم 14 يوما من عدد أيام الدورة المنتظمة وحيث إن البويض يمكن لها أن تعيش 24 ساعة والحيوان المنوي يعيش حتى 48 ساعة فلكي يحدث الإخصاب والحمل يجب أن يحدث الجماع كل يوم لمدة 7 أيام من اليوم 17 من نهاية الدورة وليس من الضروري أن يكون الجماع يوميا إذا كان ذلك يرهق الزوجين ويمكن الجماع مرة كل يومين ورجاءً إذا أعجبتكم حلقة اليوم لا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك للانضمام إلى مجتمع مريم تيوب إلى اللقاء موسيقى